يقول البروفيسور مارك ماتسون المتخصص بعلم أعصاب الشيخوخة إن الصيام يجبر الدماغ على إفراز بروتين نادر ومهم لصحة الإنسان وطول عمره فالعلماء اليوم متأكدون بنسبة 100% أن الصيام يطيل العمر وهناك تجربة على الفئران تؤكد أن الصيام يزيد العمر حتى 40% ويؤكد هذا الباحث أن تقليل كمية الطعام والشراب المستهلكة تؤدي إلى تنشيط الخلايا وصيانة الكبد وتنظيف الأعضاء وتقوية القلب وتنشيط الدماغ والذاكرة والتخلص من الوزن الزائد وتحسن ضغط الدم كشفت دراسة أمريكية جديدة أن الصيام المتكرر يخفض السعرات الحرارية ما يزيد من كمية الخلايا العصبية التي تنشط الأعصاب وهذا يساعد على شفاء الكثير من الأمراض وكشفت الدراسة أن الصيام لمدة طويلة تصل إلى عشرة أيام متتابعة مع اتباع نظام غذائي مبني على الخضروات يساعد مريض التهاب المفاصل على تخفيف الآلام الناتجة عنها كذلك الحال بالنسبة للأمراض الخاصة بالقلب وأن فوائد الصيام تظهر أيضا على مرض ارتفاع ضغط الدم في حال الصيام لمدة 12 يوما وأشرت الدراسة إلى أن صيام يوم من كل شهر يخفض من خطورة المعاناة من مرض السكر بنسبة 40% حيث إن الجسم يفرز الكوليسترول الذي يستخدم الدهون كمصدر للطاقة بدلا من الجلوكوز مما يجعل الخلايا الدهنية في الجسم تنخفض تقول الدراسة إن الصوم يقي من بعض أمراض السرطان وهو له نفس قدر العلاج الكيماوي بالنسبة لسرطان الثدي والجلد والمخ فالصيام لمدة 15 يوما يساعد على بطء نمو الأورام السرطانية وأن المواظبة على اتباع نظام للصوم يثبت نمو الخلايا السرطانية في الجسم إن هذه الفوائد تجعل من الصيام قوة هائلة لشفاء الأمراض فالصوم المنتظم وبخاصة يومين من كل أسبوع وكذلك شهرا في السنة يخفض تأثير الكوليسترول الضار في الجسم ويضبط كذلك مستوى السكر وكذلك يوازن معدل ضغط الدم وينظم عمل القلب وهذه الأمراض تصيب معظم البشر وتؤدي إلى نوبات قاتلة ولذلك فإن الصوم يحد من هذه الأمراض وبالتالي يجعلك تتمتع بحياة أفضل يقول العلماء إن الامتناع عن الطعام والشراب لفترات محددة يعطي فرصة للنظام المناعي لممارسة مهامه بشكل أقوى ويخفف الأعباء عن أجهزة الجسد لأن الطعام الزائد يرهق الجسم ولذلك وبمجرد أن تمارس الصوم فإن خلايا جسدك تبدأ بطرد السموم المتراكمة طيلة العام وسوف تشعر بطاقة عالية وراحة نفسية وقوة لم تشعر بها من قبل أظهرت دراسة جديدة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم التغذية السريري أن الصوم المتقطع المشابه للصوم عند المسلمين مهم جدا لعلاج بعض الأمراض المزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب والشرائين كما أشرت دراسة نشرت بدورية الجماعية الأمريكية لعلوم الحيوان إلى أن الصوم المتقطع أدى إلى زيادة فاعلية اثنين من مستقبلات هيرمون الأديبو نيسي تين الذي يسهم في تنظيم استهلاك الجسم لسكر الغلوكوز واستقلاب الأحماض الدهنية عند الثدييات علاوة على لعب دور في زيادة استجابة الأنسجة لهيرمون الإنسولين الذي ينظم عمليات البناء والهدم للغلوكوز في الجسم كما كشفت دراسة أعدها مختصون في مجال التغذية ونشرتها الدورية البريطانية للتغذية والتي استهدفت مجموعة من الصائمين في شهر رمضان عن أن تغيير مواقيت الوجبات وخفض عددها إلى اثنتين برمضان ساعد على زيادة استجابة الجسم لهيرمون الإنسولين وذلك بالنسبة للأفراد الذين يمتلكون عوامل الإصابة بداء السكري وأظهر الدراسة أعدها باحثون بجامعة جرونوبيل الفرنسية دور الصيام المتقطع في خفض معدل حدوث بعض الأورام اللمثاوية إلى الصفر تقريبا بحسب تجارب أجريت على الثدييات كما أظهر دراسات أخرى أن الصوم المتقطع يرفع من معدل النجاة بين الأفراد ممن يعانون من إصابات في نسيج الكبد والتي تمتلك قابلية للتحول إلى أورام في المستقبل أظهر الدراسات علمية دور الصوم المتقطع في تأخير هرام الخلايا الدماغية ومساهمته في إبطاء نشوء مرض ألزهايمر هذه الدراسة أجراها المركز القومي لبحوث الشيخوخة في الولايات المتحدة الأمريكية حول تأثير محتمل للصوم المتقطع وبعض الحميات التي تنخفض فيها السعرات الحرارية إلى النصف تقريبا وتبين دور الصوم في تأخير هرام الأنسجة الدماغية يقول البروفيسور الألماني هانز ديتليف فاسمان مدير قسم الشيخ